بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة أود أن نتحدث اليوم عن حديث نبوي عظيم يأمرنا أن نتوب إلى الله يأمرنا أن نتوب إلى الله أكثر من مئة مرة كل يوم استمعوا معي إلى هذا الحديث ثم دعونا نعلق ونحلل ونتفكر ونتدبر ونخرج بالفوائد والكنوز النبوية النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة صلى الله عليه وسلم طيب هذا رسول الله عندما نفكر أحبتي في الله أولا هو رسول والله سبحانه وتعالى غفر ذنوبه جميعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو في أعلى مرتبة من الجنة إذن وهو قريب من الله إذن لماذا يتوب إلى الله طيب ما هي الأخطاء التي ارتكبها هل هذا النبي كان لديه أخطاء كان لديه ذنوب مثلا لا هو معصوم صلى الله عليه وسلم ولكن أراد أن يعلمنا أراد أن يقول لنا إذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم قمة التقوى وقمة العبادة وقمة الإحسان وقمة الذكر وقمة القرب من الله وعلى الرغم من ذلك كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرة طيب ماذا نحن عننا اليوم ونحن نعص الله ونغفل عن الله ونؤذي الآخرين ونرتكب أعمالا كثيرة النميمة النظر إلى ما حرم الله الاستماع إلى ما حرم الله يعني نحن الآن نعيش في مستنقع من المعاصي وعلى الرغم من ذلك قل ما تجد من يتذكر هذا الحديث ويتوب إلى الله ولو مرة واحدة للأسف الشديد لذلك أحببت أن أذكركم أحبتي في الله أن تقول كل يوم أستغفر الله والله العظيم وأتوب إليه حاول أن تكرر هذا الدعاء مئة مرة وفي داخلك يجب أن تشعر أنك تتوب إلى الله حبا في الله تتوب إلى الله تريد أن تعبر عن شكرك لهذا الخالق العظيم الذي خلقك ورزقك ونجاك من الهموم والأحزان والمشاكل نجاك من الأمراض هذا الإله العظيم يستحق أن نشكره وأن نتوب إليه لذلك عندما تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ماذا يعني هذا الدعاء انظروا أحبتي في الله الاستغفار هنا بمعنى أنني أطلب المغفر من الله أستغفر الله أي أنني أطلب وأرجو المغفرة من الله سبحانه وتعالى طيب وأتوب إليه التوبة تعني الرجوع إلى الله أنني أعود إلى الله أطلب منه المغفرة والصفح والعفو وأن يقبلني أن يقبل هذه التوبة وأتوب إلى الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فإذا هذه التوبة أخي الحبيب أول شيء تقربك من الله عز وجل سأعطيك مثال بسيط أنت لديك أبناء الآن ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل أحد هؤلاء الأبناء تجده يحرص على رضاك طبعا ولله المثل الأعلى هذا مجرد مثال بسيط هذا الأبن يحاول أن يرضيك بأي طريقة يحاول أن ينفذ كل ما تأمره به يحاول أن يتقرب منك طيب بالله عليك فكر معي هل معاملتك لهذا الطفل أو هذا الولد هي نفس معاملتك لأخيه الذي لا يسمع كلامك وليس هو حريص على رضاك وهو يؤذيك هل تعامل هذا مثل هذا كذلك أخي الحبيب الحياة أو تطبيق تعاليم الإسلام ليس هو إفعل ولا تفعل فقط وليست قضية قضية جنة أو نار يعني أنا أعبد الله لأنني أخاف من عذابه طيب إذا لم يكن هناك عذاب لا أعبده لا يجب أن تتذوق لذة حب الله أن تحب إلهك سبحانه وتعالى مثل هذه الأذكار تحببك بالله عز وجل ولكن في كل مرة تتوب إلى الله في كل مرة تستغفر الله تحاول أن تتخيل وكأن هذا الإله العظيم قريب منك وهو قريب بالفعل الله تعالى يقول وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ أَقْرَبْ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكُ يعني هذا الحبل الوريد كم هو قريب هو في داخل الإنسان الله أقرب إليك منك أو من هذا الحبل أو من هذا يعني تتخيل أن الله قريب منك تنادي إلها سميعا بصيرا يسمعك يستجيب ولكن هو يؤخر الإجابة لمصلحتك فمناجات الله عز وجل تقوّل إيمان تجعلك تستصغر هموم الحياة ما هذه الهموم أنا في النتيجة أنا سأكون في حضرة الملك سبحانه وتعالى أنا سأغادر هذه الحياة قريبا جدا لأن حياتك مهما امتدت هي قصيرة أنا سأغادر هذه الحياة قريبا جدا فالتقرب من الله عز وجل يجعل همومك ضئيلة وصغيرة جدا يكون همك هو كيف ترضي الله عز وجل ومن كان همه إرضاء الله سبحانه وتعالى نحن نعلم أن الله يعني يسخر له كل شيء يسخر لخدمته كل شيء ويكفيه الناس أما الذي يرضي الناس بصخط الله يكله الله إلى الناس يتركه إلى الناس وينساه سبحانه وتعالى لذلك أخي الحبيب أنا فقط أحببت أن أذكرك بضرورة أن تتوب إلى الله كل يوم مئة مرة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام والقضية لن تأخذ معك إلا دقائق معدودة أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وتكررها مئة مرة لن تأخذ معك إلا ثلاثة أو أربع دقائق وسوف تكون مطبقا لنداء النبي يا أيها الناس وهنا يخاطب الناس جميعا توبوا إلى الله يأمرنا النبي أن نتوب إلى الله فإذا كنت تحب النبي يجب أن تطبق هذا الذكر كل يوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته